يعني اليوم نعم هناك انكسامات في داخل الحيث الأطلسي وخصوصا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على سياسة أردوغان أكان في سوريا أو كان في ليبيا على سبيل المثال وهناك خلاف عميق والأوروبيين مزعوجين جدا من عمليات أردوغان وتهديده باللاجئين وبدأ إرسال هؤلاء اللاجئين إلى أوروبا ومن هذا المنطلق هناك تباين داخل الحلف الأطلسي لأن أوروبا هي عضو فاعل في الحلف وما يخلق تباين وما يخلق أزمة كبيرة وهذا يعني أن الحلف الأطلسي هو لن يدخل بحرب إلى جانب أردوغان ولا يستطيع لا إنقاذه ولا إنقاذ أي حليف آخر في الشر الأوسط ومن هذا المنطلق يجب على الرئيس أردوغان وعلى المسؤولين الأتراك أن يبدأون بالتفكير بشكل مغير وبنمط مغير على الذي هم عليه الآن يعني فيما تعلق بمواقف الناتو تحديدا أستاذ أنطوان يعني أنقرة بالأمس واجهت فيتو يوناني لاستصدار بيان من قبل الناتو دعم لها هل فقدت بذلك ورقل طالما كانت تلوح بها في السابق وتحاول الاستثمار فيها ألا وهي في حال تأزمت العلاقة مع روسيا في إدلب ألا وهي دعم شركاء الناتو لموقفها في تلك المنطقة عفوا لم أسمع القسم الثاني من السؤال يعني تركيا اليوم هي واجهة هذا الفيتو من قبل اليونان وبالتالي لا يوجد دعم حقيقي حتى اللحظة أو موقف واضح من قبل الناتو لدعم موقفها العسكري في إدلب كيف ستتعامل مع هذا الوضع المستجد في حال خسرت هذه الورقة بالفعل يعني اليوم ليس هناك دعم من الناتو ولنفهم لماذا البيتو اليوناني مثلا اليونان هي ضد سياسة أردوغان وهي لا يناسبها ما يحصل الآن وهي يعني لنفهم أيضا موقفها يجب علينا أن نعود إلى تصريح الرئيس الفرنسي الأخيرة عن ليبيا وعن سوريا وعن العمليات التركية في الشمال السوري ونعود إلى الاتفاقات التي تبرم الاتفاقات الأمنية التي تبرم ما بين فرنسا على سبيل المثال واليونان واليونان هي الخط الأول الذي من خلاله أوروبا تحاول استعاب نزوح اللاجئين إن حصل فعليا وهو الآن ليس حاصل بشكل كما يعني يهدد به أردوغان واليوم اليونان هي لها موقع حساش جدا من الناحيتين من الناحية الأوروبية ومن الناحية التركية فهنا يأتي البيتو اليوناني داخل الناتو يعني على عملية أردوغان واليوم أردوغان لا يستطيع الاستثمار في هذه العملية لأن اليونان كأوروبا وضعوا مراكز لاستيعاب النازحين الذين لم يستطيعوا بشكل بسهولة يعني أو كما كانوا في السابق العبور إلى أوروبا ومن هذا المنطقة لهم هناك احتمال أن يرجعون إلى تركيا وممكن أن هناك بعض الناجئين الموجودين بأوروبا أن تبعثهم أوروبا أيضا إلى تركيا ما سيخلق أزمة داخلية تركية ويكون له تدعيات سلبية على المستقبل السياسي لتركيا ولرئيس أردوغان وهنا أوروبا تلعب هذه الورقة من خلال اليونان نعم أنا شكرك جزيلا شكر الكاتب والبحث السياسي أنطوان شاربتن يحدثنا مباشرة من باريس مباشرة تطبيق جزيلا شكرا تطبيق جزيلا شكرا شكرا